اهلا بكم هذه نشرة مفصلة نقدمها لكم من قناتي سما الفضائية والبداية دائما بالعناوين في ظل الانتصارات على مستوى الوطن تعزز الامنة والاستقرار في المحافظة اقبال كبير على التسوية في درعة وترجيحات بتمديد فترتها وفي محافظة حمام معاناة كبيرة يعيشها مزارع البطاطا نتيجة غياب الدعم وانخفاض الاسعار بالسوق في ريف حلب اهالي قرأت الشيخ سعيد وعانونا من سوء الطرقات بشكل كبير اهلا بكم من جديد كشفت مصادر دبلوماسية روسية ان اجتماع اللجنة الرباعية سينعقد هذا الشهر مبينة ان الاجتماع سيجري على مستوى نوابي وزراء خارجية سوريا وروسيا وايران وتركيا ولفتت المصادر ان الاجتماع سيتم على هامش اجتماع مصاري استانا المقرر انعقاده في العشرين والحادي والعشرين من حزيران يونيو الجارية وسط اقبال كبير وترجحات بتمديد فترتها تواصلت ولليوم الثالث على التوالي عمليات التسوية للراغبين من ابناء محافظة درعة بقصر الحوريات وسط المدينة ونقل مراسل قناة سماع مصدر في الجهات المعنية ان هناك اقبالا كبيرا على المركز من قبل الراغبين بتسوية اوضاعهم مشيرا الى ان التسوية تعالج اوضاع المتخلفين عن الخدمة الالزامية والاحتياطية والفرينة من الجيش العربي السوري والمطلوبين ايضا في ظل الانتصارات على مستوى الوطن وايضا ما تشهده محافظة درعة في هذه الايام من تعافي في جميع القطاعات سواء كان القطاع الاقتصادي ام قطاع التعافي الاجتماعي وايضا التعافي في قطاع الزراعة فان كل هذه الحالات الايجابية استدعت ان يكون هناك تكاملا فيما يتعلق بالناحية الامنية اذ ان مناطق المحافظة تشهد بين الفينة والفينة خللا امنيا على مستوى محدد ولكن هذا الخلل بالنهاية يؤدي الى بطأ عملية التعافي لذلك كانت توجهات الوطن وايضا توجيهات كريمة من سيد الوطن السيد الرئيس بشار الاسد في اطار اجراء تسوية لمن يرغب في المحافظة وبالفعل بدأت عملية التسوية منذ البارحة هذه التسوية تشمل جميع الحالات سواء كانت حالات عدم الالتحاق بالخدمة الالزامية او الاحتياطية او ايضا حالات الفرار وايضا حالات الخلل الامني او اي خلل شرطي او اخر واصل الجيش العربي السوري رده على خلقات تنظيم جبهة النصر الارهابي وحلفائه لاتفاق وقف اطلاق النار في منطقة خفض التصعيد شمال غربي البلاد وبين مصدر ميداني غير رسمي ان مجموعة مسلحة مما تسمى غرفة عمليات الفتح المبين التي يقودها تنظيم النصر اعتدت بقذائف صاروخية على نقاط عسكرية بمنطقة خفض التصعيد بخرق فاضح لاتفاق وقف اطلاق النار واوضح المصدر ان وحدات الجيش العاملة بريف حماء الشمالي الغربي استهدفت بالمدفعية التقيلة مواقع الارهابيين في محاور التماس بسهل الغاب ولفت الى ان الاستهدفات تركزت في قرى القاهرة والسرمانية ومحيط قريتي العنكاوي وقليدين واشار الى ان الوحدات العسكرية العاملة بريف ادلب دكت بدورها نقاط تمركز الارهابيين بمدفعيتها التقيلة في فليفل ومحيط بلدة البارة في جبل الزاوية تسلم العراق العشرات من مسلحي وعوائل تنظيم داعش الارهابي من حاملي الجنسية العراقية المحتجزين من جانب ميليشيات قسد في مخيم الهول بمحافظة الحسكة واعلنت هذه الميليشيات تسليمها دفعة جديدة من مسلحي داعش مع عائلاتهم بالدولة العراقية من حاملي الجنسية العراقية واضحت مصادر اعلامية ان هؤلاء المعتقلين تم القاء القبض عليهم خلال سنوات الحرب ضد تنظيم داعش في مناطق شمالة وشرق سوريا وفي استياق ذاته اعلنت ميليشيات قسد عن نقل 170 فردا من عوائل تنظيم ضمن مخيم الهول الى الجانب العراقي بالتنسيق مع الحكومة العراقية اصيب مدني بنيراني عناصر دورية تابعة لميليشي قسد التي داهمت منزله وعمدت على تفتيش محتوياته بالكامل ليتم اعتقاله مع ابنه في قرية الكشكية بريف ديرزورة بالمقابل كشفت مصادر خاصة لقناة سما ان الميليشيات تعمل على ازالة 150 منزلا في منطقة الاسكان بمدينة الطبقة في ريف الرقة وذلك بزعم انها مناطق عشوائية لكن قسد تريد تحويل الحي الى منطقة عسكرية نظرا لحساسية موقعها خرج اهالي بلدة السحارة بريف حلب الغربي واهالي سوران بريف حلب الشمالي بمظاهرات ضد ممارسات النصر الارهابي وزعيمها الجولاني كذلك خرجت مظاهراتهم في كفرة واطمة بريف ادلب الشمالي تنديدا بحملة الاعتقالات التي تطال المدنيين دون الكشف عن مصيرهم وطلب المتظاهرون بخروج النصر وإيقاف تعديتها اليومية ومحاولة ارهابيها السيطرة على كل مفاصل الحياة اكد محافظ ادلب ثائر سلهب ان مسلحي تنظيم جبهة النصر الارهابي منع اي طالب من الشهادتين التانوية او التعليم الاساسي من الخروج من المناطق الواقعة خارج السيطرة الى معبر سراقب الذي فتحته الدولة لاستقبال الطلاب القادمين من تلك المناطق لتقديم امتحاناتهم في المراكز الامتحانية التي تم افتتاحها في مدينة خانشيخون في الريف المحرر وايضا في محافظة حما مضيفا ان الطرف الآخر لا يقيم للانسانية وزنانا وفي تصريح له كشف سلهب ان المعبر سيبقى مفتوحا اليوم الاثنين على امل ان يتم استقبال اي من الطلاب اللافتا الى ان هناك فريقا كاملا على المعبر بانتظار اي طالب يستطيع الخروج من المناطق الواقعة خارج السيطرة من التربية والصحة والهلال الاحمر وهناك سيارات لتقل الطلاب من المعبر الى مركز الاستضافة الذي اعدته المحافظة للطلاب الذين يأتون من المناطق البعيدة من الريف المحرر وكذلك من مناطق خارج السيطرة واشار سلهب الى ان المعلومات تؤكد ان المسلحين يمنعون الطلاب بالقوة ويستخدمون معهم لغة التهديد مشيرا الى انه حتى الان لم تأته اي معلومة عن امكانية خروج اي طالب من تلك المناطق سواء عبر المعبر الذي تم فتحه ام عبر الطرق الاخرى بهدفه تأميني سكن لكافة الطلاب القادمين من المناطق الواقعة تحت سيطرة المجموعات الارهابية والقادمين الى مناطق سيطرة الدولة السورية قامت مديرية التربية بالرقة ومتطوع الهلال الاحمر العربي السوري فرع الرقة بتجهيز 22 كتلة مدرسية كمراكز استضافة لطلاب شهدتي التعليم الاساسي والثانوية بالتعاون بين مديرية التربية بالرقة والهلال الاحمر العربي السوري فرع الرقة تم تجهيز مراكز استضافة في ريف الرقة الشرقي المحرر للطلاب القادمين من المناطق خارج سيطرة الحكومة السورية قامت مديرية التربية في الرقبة التشاركية مع المنظمات الدولية بتجهيز مراكز الاستضافة للطلاب القادمين من المناطق الساخنة حيث تم تجهيز مراكز الاستضافة بكل ما يلزمها من فرشات وحرامات وطعام ومياه وتوجيه فرق الصحية عن طريق صحة مديرية الرقبة والصحة المدرسية لإشراف على الطلاب هذا وقد تم تأمين 40 باص لنقر الطلاب من مراكز الاستضافة إلى مراكز الاستضافة بالعكس تم تجهيز مدرستنا من شأن استقبال طلابنا من الطرف الثاني وإن شاء الله الأمور تمام من الصباح يشتغلون لحد الآن ما شاء الله شغل ماشي وأمورنا تمام وجاهز أمورنا من أحلى ما يكون بلغ عدد المراكز 22 كتلة مدرسية مجهزة بكل ما يلزم الطلاب من فرشات الوحرامات وتجهيز منظومة طاقة شمسية وإعادة تأهيل الحمامات ليكون المركز مخدما بالكامل وقد قامت مديرية الصحة برقة بتجهيز الفرق الصحية ونشرها بالمراكز نقوم الآن بتنفيذ إعادة تأهيل مراكز الإلواء أو مراكز الاستضافة لإستضاف طلابنا العزاء القادمين من مناطق خارج السيطرة العمل الذي نشغل عليه هي العمل الكهربائي استبدال طاقات برائز لنبات تبديد شبكة طاقة باللدات وبطاريات قمنا بتأهيل مراكز استضافة لطلاب الأعدادية والثانوية وشمل تأهيل مرافق صحية وكهلبائية وأكسسوارات أبواب ونوافذ ومشارب وستكون جاهزة في بداية الامتحانات إن شاء الله قمنا بتأهيل تسع مراكز استضافة لإستضافة الطلاب من مناطق الأخرى في شهادة الثانوية والأعدادية لتقديم الامتحانات في منطقتين السبخة ومعدان وشمل تأهيل أعمال كهربائية وتقديم منظومة لدات وبطاريات تأهيل المراكز تضمن تأمين أربعين باصا لنقل الطلاب أيام الامتحانات من مراكز الاستضافة إلى مراكز تقديم الامتحانات وبالعكس وبذلك تكون المراكز جاهزة لاستقبال الطلاب توفي عدد من المواطنين وجرح آخرون نتيجة تنقلاب حافلة تقل حوالي خمسة وأربعين راكب من طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي مع ذويهم قدم من مدينة منبج باتجاه حلب قرب قرية أم عامود وذكر عدد من الأهالي لمراسلي قناة سما في محافظة حلب أن الحافلة كانت متجهة إلى حلب وتفاجأ السائق بوجود منعطف ولم يستطع السيطرة عليها مما أدى لانقلابها وأنها كانت تقل طلابا مع ذويهم جاءوا لتقديم امتحانات الشهادتين ولفتت المصادر إلى أن الطلاب الذين كانوا في الحافلة هم يتبعون لمدارس ومعاهد خاصة وليسوا ممن قدموا بالتنسيق مع محافظة حلب والتربية إنما جاءوا بشكل إفرادي ودون تنسيق مع الجهات المعنية وللمزيد حول الموضوع تنضم إلينا مراسلتنا في محافظة حلب كنانا علوش كنانا بعد التحية بداية ما هو عدد الضحايا فعليا؟ دعم تحية لكم مشاهدين متابعين عبر قناة تمارة طضائية في الحقيقة بعدما نشرت نشرة الأخبار ونشرت عديد من مواقع التواصل الاجتماعي عن عدد وفيات الحقيقة العدد الصحيح للوفيات هو أربع أشخاص وإصابة 39 آخرين نقلوا إلى مشفى الرازي وإلى مشفى حلب الجامل نعم كنانا كيف لو تحدثين كيف وقع الحادث؟ نعم في الحقيقة يعني اليوم أمس حوالي الساعة السابعة الساسعة عشر سابعة مساء مساء سمعنا أخبار عن تدهور طولمان أو باص أو حافلة نقل تقل طلاب من بيج إلى مدينة حلب ولكن هو الحقيقة هم الطلاب الذين تم نقلهم عبر حافلة خاصة نقلت إلى مدينة حلب من الأشخاص أو من الطلاب كانوا قادمين من منطقة من بيج إلى محافظة حلب مع أهاليهم بشكل خاصة بشكل إسراجي لم ينسقوا مع مدير التنبيع ولا محافظة حلب طبعا الحافلة كانت قدر كما قلت منينبج تجاهها مدينة حلب الحادث حدث عند قرية إم عمودة هذه القرية الواقعة بين منطقة سيري وأفريا طبعا الحادث وقع عند أحد المنعطفات القريبة من معمودة وعلى طريق تم تتابع وراء الفولمان وتم كما قلت نقل تسعة وثلاثين جريح وأربع وفياس إلى مشافة حلب نعم كينانا يعني أنت تؤكدين أنهم جاءوا بشكل إفرادي وليسوا بتنسيق مع المحافظة أو التربية نعم أريد أن أتأكد يعني الباص أو هذه الحفلة التي تم تناقلها عبر مواقع تواصل الاجتماعي أو على قناتنا هي حافلة خاصة ولست من الحفلات التي تم التعاقد معها عن طريق محافظة حلب وعن طريق مديرية التربية حتى الطلاب وهؤلاء الطلاب الذين طبعا أصيبوا من خلال الحادث لم يكونوا من الطلاب الذين نستقوا أو نستقوا للوصول إلى مراكز الاستضافة التي كانت تتقبلون فيها محافظة حلب جاءوا بشكل إفرادي مع أهليهم يعني هم طلابنا المعاهد الخاصة أو المدارس الخاصة ولم يتم التنسيق بساتا على غرار الطلاب الذين جاءوا بشكل منتظر ونحن رفضنا من خلال تقاريرنا وصول الطلاب الذين تم استقبالهم من خلال محافظة حلب والمديرية ليصلوا إلى مراكز الاستضافة يعني يتم استقبالهم والاعتناء بهم ولكن هؤلاء الطلاب كما قلت وصلوا بشكل إفرادي وبشكل خاص نعم الرحمة للوفيات نتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحة كينانا علوش مراسلة قناة سما الفضائية في محافظة حلب كل الشكر لك وصلت إلى مطار دمشق الدولي شحنة مساعدات إنسانية قادمة من سلطنة عمان مقدمة من الهيئة العمانية للأعمال الخيرية سفير سوريا في عمان إدريس ميا بيّن في تصريح لصحيفة الوطن المحلية أن الطائرة تحمل سبعين طن من المساعدات الغذائية والأدوية وحليب الأطفال إضافة إلى مساعدات إنسانية أخرى ومختلفة مقدمة من سلطنة عمان بتوجيه من السلطان هيثم بن طارق لتقديمها للجمهورية العربية السورية ووضح ميا أن طائرة المساعدات هي الأكبر حجما من حيث المساعدات العمانية حتى الآن وسلطنة عمان كانت من الدول السباقة لمساعدة متضرري الزلزال الذي ضرب سوريا شباطا ماضي حيث جرى وبتوجيهة من السلطان هيثم إرسال ثماني طائرات من سلاح الجو العماني محملة بالمساعدات الإنسانية وطائرة اليوم هي استكمال لهذه المساعدات التي جرى إرسالها لسوريا بحث محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال مع وفد محافظة نيجني نوفغورد الإقليمية في روسيا الاتحادية برئاسة بانيكوف نائب المحافظ مجالات وبرامج التعاون الممكنة بين المحافظتين في ضوء العلاقات القوية التي تجمع سوريا وروسيا الاتحادية والشعبين الصديقين كما بحث الجانبان خلال اللقاء برامج متعلقة بالقطاع الصحي والثقافي والاقتصادي والتعليم كما بحث إمكانية افتتاح مراكز طبية في اللاذقية وإجراء عمليات جراحية نوعية في طب العيون من قبل اختصاصيين من المحافظة الروسية وتناولت المباحثات أيضا تعزيز التعاون العلمي مع جامعة تشرين وقطاع التربية وتبادل الزيارات والخبرات وتطوير التعاون في المجال الزراعي وافتتاح شركات الروسية في سوريا ومنها مصنع لحليب الأطفال إضافة إلى تصدير الفواكه من اللاذقية إلى محافظة نيجني نوفغورد وزعت الجمعية الروسية الإنسانية 150 سلة غذائية لأهالي يلدى بريفي دمشق وسلمت أربع موالدات كهربائية لمدرسة ومركز طبي فيها كذلك تم توزيع مساعدات إنسانية روسية للعائلات القاتنة في مركز الإقامة المؤقتة في الحرج اللابريفي دمشق وتتضمن المساعدات مواد غذائية وألعاب أطفال وأدوات منزلية تفعت مساعدات روسية تتضمن معدات طبية وأدوية كما تسلم مشفى ابن النفيذ بدمشق مساعدات روسية وتتضمن أجهزة ومستلزمات طبية كذلك قدم اتحاد منتجي الآليات الروسية هدايا لمركز العلاج النفسي بالفنون للأطفال ودار المسنين ومركز أحمد وليد عزت للفنون التطبيقية بدمشق وفي دمشق تم توقيع مذكرة استلام معدات إطفاء وإنقاذ مقدمة من وزارة الطوارئ الروسية للحكومة السورية في مبنى وزارة الإدارة المحلية والبيئة وفي وقت لاحق تسلم فوج إطفاء دمشق من وزارة الطوارئ الروسية ثمانية أطنان من المعدات والأدوات الخاصة بإخماد الحرائق تم توقيع مذكرة تفاهم بين كلية الإعلام في جامعة دمشق والمؤسسة المستقلة غير الربحيات في نوفوستي مؤسس وموزع البثل لقناة أرتي الروسية في مبنى رئاسة الجامعة بدمشق طبعا كلية الإعلام أخذت خطوات واسعة وجيدة في مجال تأهيل كوادرها مجموعة من الاتفاقيات التي تتعقد اليوم للاتفاقية مع أرتيح تكون ذات فائدة كبيرة لطلاب كلية الإعلام بجامعة دمشق جامعة دمشق وهي تستعد للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسها تخطو خطوات كبيرة جدا على صعيد إعادة تأهيل البنية التحتية وتأهيل كوادرها والانطلاق باتفاقيات متعددة لتأهيل طلابها بالشكل اللائق والأمثل ليظلوا متفوقين كما عودونا دائما طبعا هناك كثير من الاتفاقيات بين الجامعات السورية والجامعات الروسية تفعل باستمرار وتتابع كي تقدم الشيء الأمثل سواء من حيث التبادل الطلابي أو من حيث تبادل الأساتيسة أو من حيث الأبحاث العلمية المشتركة والبحثية والبحثية المشتركة تأهيل بحاجة لتدريب بحاجة لسق المهارات بحاجة لمخابر بحاجة لتواصل وبالتالي نحن بالكلية عم نشتغل على هذا الصعيد ومثل ما نكون ملاحظين من فترة أخذنا مجموعة من الطلاب دربناهم بدولة الإمارات العربية الشقيقة الآن نحن وقعنا اتفاقين مع قناة RT هذه الاتفاقية تنص على تدريب الطلاب من خلال الأونلاين من خلال حضور إعلاميين من RT إلى كلية الإعلام من خلال استضافة طلاب من كلية الإعلام في قناة RT بموسكو من خلال تعاون بين أساتيست كلية الإعلام والقائمين على قناة RT ولدينا فكرة جديدة حقيقة نفذناها سابقا مع المؤسسات الإعلامية السورية سنستضيف خبراء إعلاميين مهنيين من قناة RT يحضروا عنا مناقشة مشاريع التخرج بهذه المناقشات سيحضر إعلاميين من قناة RT وينتقوا أفضل الأعمال أفضل مشاريع التخرج حتى يبدأوا بالعمل مع القناة RT ومكاتب RT نحن حقيقة نحن مفتحون مثل ما نكون شايفين وأنا عم تابع هذا الموضوع مع من ضيع فرصة وين بتكون فرصة للتعاون ومشان طلاب نحن جاهزين أنا سعيدة جدا أكون اليوم في دماشق هي أول زيارة إلي وأتمنى تكون تعاون بين قناتي قناة RT وجامل دماشق وسوريا بشكل أهم أكثر التعاون بين روسيا وسوريا هو مستمر واليوم نرغب بيعطى لطلاب اللي بخرجوا من صحافة أولام في مكتب في جامل دماشق المعروفة ومجهورة لأطاق لهم فرصة وخبرة تشتغلوا في تلفزيون العالمي في إنا في روسيا طبعا عمادة كليت الأهلام ما عم تقصر معنا أبدا بهيك فعاليات والدكتور محمد العمر عم يعطي كل جهد وتعب وكرمال الطلاب مشان تسقوا المهارات سواء مع الإمارات وروسيا وإيران الدول الشقيقة للسوريا تبقى درجة الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل مثلها هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيفا لمنخفضا جويا سطحية ترفق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا وتوقعت المديرية العامة لأرصد جوية أن يكون الجو ربيعيا معتدلا وبين الصحوة الغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهتلي زخات متفرقة من المطر على المنطقة الساحلية والجنوبية الشرقية وسديميا في المناطق الشرقية ويكون لطيفا ليلا مع ارتفاع بنسبة الرطوبة السطحية في المناطق الغربية ويحذر من تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر في المنطقة الوسطى والقلمون وتكون الرياح غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها خمسين كيلومترا في الساعة أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموجة أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 105 من نظام العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية السورية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 35 لعام 1979 وتعديلاته وأصبح قانونا كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث ليحل محل الصندوق المحدث بالمرسوم التشريعي رقم 91 لعام 2005 وأصبح قانونا كما وافق أعضاء المجلس على تقريري مكتبه حول تشكيل لجنة صداقة سورية بوليفيا ولجنة صداقة سورية تشيلية حيث سيصار إلى توزيع استمارات على جميع أعضاء المجلس لتحديد الراغبين بالانضمام إلى هاتين اللجنتين نتيجة غياب الدعم الحكومي واستمرار انقطاع الكهرباء لساعات طويلة اضطر المزارعون بريف حما لجنة محصول البطاطا قبل مرحلة النضوج بالإضافة إلى خسائر كبيرة مادية نتيجة انخفاض أسعارها بالأسواق وارتفاع أسعار الأدوية الزراعية بشكل يومي ارتفاع أسعار المحروقات في السوق السوداء وعدم توافرها مع الاستمرار الكبير في انقطاع التيار الكهربائي دفع مزارعي البطاطا في ريف حما إلى جنة محصولهم قبل مرحلة النضوج وذلك لعدم قدرتهم على سقاية الحقول المزروعة بالبطاطا بالإضافة إلى الانخفاض الكبير بأسعارها في الأسواق قبل النضوج لعدة أسباب قسم الأسباب أنه ناس ما غضي مصاريم التجار لكي أمنوا على وقت محدد صار وقت تستداد الديون لماخي الدار لماخي سماد لماخي كذا مستلزمات إنتاج مستدلية الزراعية بده يسددها شغلة ثانية بده محروقات لتدوير الآبار الارتوازية الآبار الارتوازية عندنا هون كلات على مازوط وعلى كهرباء كهرباء ما يعتجي نص ساعة مازوط أليل وغالي بده تضطر العالم تقلع لأنه إذا بده ما تقلع بده تعطل نحن دائما منطالب من خلال منظمة الفلاحية والوحدات الإرشادية المتواجدة في منطقتنا بدعم هذا المحصول البطاطا كونه لا يقل أهمية عن محصول القمح لذلك نحن نطالب الحكومة الدولية من خلالكم وخلال منظماتنا الفلاحية دائما أنه يدعموا هذا المحصول بالمازوط والكهرباء والأسميد أيضا أخي الكريم هلأ نحن عم نعاني من مشكلة من السنة الماضية أنه ارتفاع السعر الأدوية صار سريع جدا خلال شهر عم يجينا تسعيرها مرة امتين طبعا الأدوية مرخصة ومسجلة تماما وزاد جودي أضعف يعني جودي تبيع الأدوية تتراجع من سنة لسنة وارتفاع زائد هذا الكلام أثر علينا لحنا كمبيعات وأثر على المزارع كمستوى إنتاج أعلى هلأ لحنا من طبيعة المراكز الزراعية هي بتدين المزارع بتمدوا للموسيم اليوم بتدني إنتاج المزارع وجودي تبيع الأدوية كمان تدني عطت خسائر للبايع والشارع نحن بحال خسارة كبيرة معاناة كبيرة يعيشها المزارعون نتيجة غياب الدعم الحكومي وعدم تأمين المحروقات والكهرباء لزقاية المزرعات بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأدوية الزراعية بشكل يومي وهو ما يزيد من خسائر الفلاحين نهاية الموسم لعدم قدرتهم على إفاء مستحقات الصيدلية الزراعية البطاطا تأمننا خير أنه تتصدر عساس أنه فتحوا التصدير وهلا بـ 800-900 ومثل ما تفضل الشاب قدامي ما زوت ما فيه مدعوم كهرباء ربع ساعة طيب يعتبروا البطاطا مثل القمح قمح وقت اللي كان مثلا وقت ساعت القمح أربع ساعات بالأسبوع مثلا على مرتين ثمين ساعات يعطونا مرة وحدة كيلو البطاطا بألف والبيضة بألف يعني البيضة بدك خمس ست بيضات للغدا أما البطاطا كيلو بيؤدي العالم كلها والله موسم البطاطا أخي تعبان وغلال موزوت دبحنا دبح والكهربا ما عبتشينا يعني شلان البطاطا هي البطاطا الشعال لعناها قبل أوهنا من غلال موزوت واللث كهربا موسم البطاطا الناس عبتقلع البطاطا والناس السنة قلعت البطاطا قبل الموسمة قبل ما تستوي بشكل جيد ليش لأنه ما في محروقات ما في موزوت للسقائي كهربا ما عم تجي ربع ساعة ثلث ساعة الكهربا ما عم تكفشي كهربا والمحروقات غالي جدا لذلك العالم أقبلت على قلع البطاطا وبيعها بالسوط طلبوا قدام واخدوا وبدوا يخرب هي يعني بدل ما يعطيك الدلم ثلاثة طون عم يضيك طونين طولين ونص والسبب ما في مي ما في كهربا ما في مي ما في كتسبي يعني نحن نطلبها خيوة الكهربا يأمنونيها شوي بالنسبة للأسعار تعباني كدير يعني عهوى المصاريف اللي عليها البدار حق كل طون بتسعة مليون عندك الأسمي دي غالي الأدوي كهربا ما في بدنا نسقي بدنا نادى يا أخي شو يعني ما في أي دعم نعم ما في أي دعم نهائيا المزوط غالي المزارعون يطالبون بتزويدهم بالكهرباء لساعات أطول بدلا من الربع ساعة التي لا تكفي لسقاية مزرعاتهم ومساواة محصول البطاطا بمحصول القمح من ناحية الاهتمام الحكومي لسيما أن البطاطا تعتبر مادة رئيسية على موائد السوريين فهل سيتم إنقاذ ما تبقى من المحصول قبل فوات الأوان؟ سؤال يطرحه المزارعون على المعنيين بالمحافظة رغم التنسيق مع المهندس حبيب خليل مدير كهرباء حما لمعرفة هذه الأسباب التي تضرر من خلالها أهالي محافظة حما إلا أنه لم يقم بالرد على الهاتف في ريف حلب أهالي قرية الشيخ سعيد ناشدون المعنيين بالمحافظة لإصلاح الطرقات التي تشكل معاناة كبيرة لهم أثناء حركتهم وخصوصا في فصل الشتاء بالإضافة إلى معاناة سائقي السيارات نظرا لتسببها بكثرة أعطال مركباتهم هنا في ريف حلب الجنوبي قرية عفى الزمان على شوارعها الشيخ سعيد قرية مدمرة طرقاتها منذ سنوات يطلب سائق مركباتها رأفة بآلياتهم التي ما تنفك تخرج من الصيانة حتى تعود إليها قرية يعني عفتعاني قرية الله من السيارات يعني دوزانات ما أفلحها يعني مهما أچتغلوا مهما أ virgin lives ما أولحهم ماعمل لحك تصليح والله ريش مقص ولا الدوزان ولا الدوليب عبتفتيل يعني ماعمل لحك والله ماعمل لحك والله تمتلي حفر الطرقات بمياه الأمطار شتاء وبما ترميه الطبيعة والبشرية من أحجار وقمامة صيفا عدى عن أكوام الحجارة والدواليب التي تنتشر في كل شوارعها لتسد حفر تصريف المياه المكشوفة خوفا من سقوط أحد فيها نحن أهالي منطقة شيخ صيد نعاني معاناة كبيرة وشديدة من أجل الطريق الطريق سيء جدا لأبعد الحدود يناشد أهل القرية المعنيين بالأمر للمرة الألف علم جيبا يسمع صوت حطام آلياتهم فينهي تلك المعاناة ويريح أهلها ويكون لقريتهم حصة من الصيانة الزفتية التي هي حق منسي واجب تقديمه لهم منذ سنوات في قناة سامة الفضائية عباس جورد ريف حلب الجنوبي وبهذا مشاهدين لكم قد وصلنا إلى ختم نشرتنا إلى اللقاء